أهلا بكم طيب إحنا دلوقتي تعرفنا مع بعض على بعض التعليقات اللي قالها السيسي على التسريب اللي تكلمت عنه على إعلام الطبيخ إعلام الطبخ اللي السيسي بينتقده ورأيه على الطبخين لكن إحنا النهاردة بنتكلم على إعلام الطبيخ الطبخ اللي طبخنها سوا هو ورجالته أذرع الإعلامية بقالهم 8 سنين لحد دلوقتي وبنترح على حدركك سؤال برأيك لماذا فشل إعلام السيسي في إقناع الجماهير زي ما قلت أنا أكون سعيد جدا أن أي حد يدخل يختلف معي على الهواء قولي لأ أنت غلطان الحقيقة الإعلام ده نجح في إقناعنا أنتوا اللي فشلتوا في إقناعنا ياريت أتمنى يشاركني ناس عندها وجهة نظر مختلفة خالص لو حد هيدخل يتكلم على إعلام السيسي ويجاوب على السؤال من غير شتيمة لو سمحتوا قولي هم فشلوا ليه إحنا بنسأل ليه فشلوا خلص لو أنت مقتنع لأنه في رسال كتير أو جايالي أنت بتسأل سؤال إيه ده هم أكيد فشلوا خلص هم فشلوا تمام ليه فشلوا تعالوا نتكلم في ده الراجل مسيطر عليهم بيقولوا اللي هو عايزه ليه عبد الفتاح السيسي بيحاول يشوف قناة ثانية وده الحقيقة الطبخ الجديد اللي أنا بحكي لحضراتكو عليه في قناة جديدة هتتعمل عبد الفتاح السيسي يقرر أنه هو يعملها اسمها قناة القاهرة الجديدة طيب إيه الموضوع وإيه موضوع القاهرة الجديدة الصورة اللي هتطلع قدام حضراتكو دي صورة الطبخ الجديد مين الراجل الطيب اللي طالع قدام حضراتكو ده أو أنا يعني مش عارف هو طيب ولا لا الحقيقة ولا شرير لكن خلينا أعرفكو بالطبخ الجديد لعبد الفتاح السيسي أو لطبخة السيسي الإعلامية السيد أحمد الطاهري ده اللي ظاهر قدام حضراتكو على الشاشة هو رئيس تحرير مجلة روزل يوسف الحكومية وتم تعيينه في هذا المنصب في سبتمبر 2020 بيقدم برنامج اسمه كلام في السياسة على قناة إكسترا نيوز من نوفمبر 2021 وهو برنامج أسبوعي تم تعيينه يوم الأربع رئيس للقنوات الإخبارية المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والشركة دي هي المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة لمين؟ للمخابرات العامة المصرية طيب مين أحمد الطاهري؟ لا خلي صورته خلي صورته خلي صورة أحمد الطاهري أهم الرجل ده أنا بقول له حضراتكوه أنه عنده علاقة قوية جدا بل صداقة شخصية مع العقيد أحمد شعبان مين العقيد أحمد شعبان؟ اللي أحمد الطاهري ده صاحبه وصديقه الشخصي هو مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة اللي هو عباس كامل وهو المسؤول عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات يبقى الراجل ده أحمد الطاهري اللي تجوز قريب من بنت رجل أعمال مصري اسمه أحمد بسيوني واشتغل في راديو 9090 التابع مباشرة للمخابرات واشتغل رئيس تحرير برنامج اسمه تمانية الصبح على قناة المخابرات اللي اسمها دي ام سي واشتغل كاتب رأي في موقع مبتدأ المملوك برضه للمخابرات أحمد الطاهري ده كان مرافق لعبد الفتاح السيسي في عدد كبير من زياراته الخارجية في ضمن مجموعة محدودة جدا من الصحفيين الحقيقة في المجموعة دي معروفة في الأوساط بتاعت السيسي باسم مجموعة شباب الإعلاميين السيسي أعلن عنها في 2014 فالرجل أحمد الطاهري ده جماعة هو بقى رئيس مجلس إدارة قنوات الإخبارية المملوكة للشركة المتحدة الشركة المتحدة دي خلاص ممكن نسيبنا من أحمد الطاهري يقولنا المعلومات اللي عنده الشركة المتحدة دي بتملك ايه بقى؟ عشان برضو نبقى عارفين بس الرجل ده شغال مع مين وهيعمل ايه؟ الطبخ الجديد بتاع السيسي هي المالكة لليوم السابع للوطن للدستور للأسبوع لمبتدأ لأموال الغد لدوت مصر لصوت الأمة أنا شتمت كتير قوي في المواقع دي ومجموعة قنوات دي امي سي والحياة و سي بي سي و اكسترا نيوز والمحور والناس و اون و تايم سبورتس والنادي الأهلي ونادي الزمالك يبقى الرجل احمد الطهري ده هو الوجه الجديد الوجه الاعلام الجديد لعبد الفتاح السيسي او خلينا نستخدم المصطلح اللي احنا ما اعتمدينه في الساعة دي هو الطباخ الجديد لاعلام السيسي لانه واضح ان الطبخة بازط اللي بقى لها ثمان سنين احمد الطهري هو صديق شخصي لسيادة العميد ولا العقيد احمد شعبان مدير مكتب سيادة اللوح عباس كامل اللي هم مسكين الاعلام في مصر الثمان سنين واضح ان القصة مش ماشية كويس فقرار يجب لنا الشاب اللطيف ده عشان نشوف وشه كتير ونسمع صوته اكتر الفترة الجاية